كيفية تثبيت نظام التشغيل Chrome OS Flex على جهاز الكمبيوتر الدفتري الخاص بك الذي يعمل بنظام التشغيل Windows يعد Chrome OS Flex نظام تشغيل يقوم على السحابة في المقام الأول، ويمكن تثبيته على جهاز كمبيوتر مكتبي أو كمبيوتر دفتري قديم يعمل بنظام التشغيل Windows لتعزيز الأداء، والتمتع بمعظم خصائص ومزايا نظام التشغيل Chrome OS. قبل أن تبدأ وبمقارنته مع نظام التشغيل Chrome، لا يدعم نظام التشغيل Chrome OS Flex تطبيقات أندرويد ومتجر كوكل بلاي، وخصائص الأجهزة مثل أجهزة قراءة بصمات الأصابع وكاميرات التعرف على الوجه، ومحركات الأقراص المضغوطة وأقراص الفيديو الرقمية، وأجهزة الإدخال التي تعمل باللمس التي تستخدم مع أجهزة الكمبيوتر التي تعمل باللمس. تأكد من أن جهاز الكمبيوتر الذي يعمل بنظام التشغيل Windows يفي بالحد الأدنى من متطلبات الأجهزة والبرامج. لتشغيل نظام التشغيل Chrome OS Flex ستحتاج إلى محرك أقراص USB بساعة 8 جيجابايت كحد أدنى لإنشاء آدات تثبيت USB. قبل البدء، تأكد من إجراء نصف احتياطي للبيانات إلى السحابة أو إلى محرك أقراص منفصل. افصل أيضاً كل محركات الأقراص الاحتياطية ومحركات الأقراص التخزينية. أنشئ محرك أقراص USB قابل للتمهيد في نظام التشغيل Chrome OS Flex. أدخل محرك أقراص USB في جهاز الكمبيوتر الذي يعمل بنظام التشغيل Windows. لإنشاء آدات تثبيت USB بنظام التشغيل Flex Chrome OS على جهاز الكمبيوتر الذي يعمل بنظام التشغيل Windows، اتبع هذه الخطوات. في متصفح Chrome، ابحث عن متجر Chrome الإلكتروني وانتقل إليه. ابحث عن آدات استرداد Chrome وانتقل إليها. انقر فوق إضافة إلى Chrome. ثم انقر فوق إضافة الملحق عندما يطلب منك ذلك. أصبحت آدات استرداد Chrome الآن ملحقاً في متصفح Chrome. في الجزء العلوي الأيمن من نافذة متصفح Chrome. انقر فوق إدارة الملحقات. ومن متصفح Chrome في الجزء العلوي من الشاشة، شغل ملحق أداة استرداد Chrome. انقر فوق البدء. وتحديد طراز من القائمة. بالنسبة لخيار تحديد الشركة المصنعة. ابحث عن نظام تشغيل كوكل Chrome OS Flex وانقر فوقه. انقر فوق Chrome OS Flex. وانقر فوق متابعة. من القائمة المنسدلة، حدد محرك أقراص USB. انقر فوق كريات ناو إن شاء الآن. اثناء العملية، من الطبيعي أن تظهر أداة استرداد Chrome نسباً مئوية غير عادية. عندما تتلقى رسالة تفيد أن وسائط الاسترداد أصبحت جاهزة، انقر فوق تم. أزل محرك أقراص USB من الجهاز. لاستخدام أداة تثبيت USB لنظام التشغيل Chrome OS Flex لبدء تشغيل جهاز الكمبيوتر الذي ترغب في تشغيل Chrome OS Flex عليه. اتبع هذه الخطوات. قم بإيقاف تشغيل الكمبيوتر. تأكد من أن جهاز الكمبيوتر متوقف عن التشغيل بالكامل وليس في وضع النوم أو في وضع الخمول. أدخل أداة تثبيت USB. للسماح ببدء تشغيل جهاز الكمبيوتر من أداة تثبيت USB، اضغط على زر الطاقة. ثم اضغط فوراً على مفتاح ESC ضغطاً متكرراً. عند عرض قائمة بدء التشغيل، حدد قائمة التمهيد بمفتاح F9. حدد أداة تثبيت USB لتكون جهاز التمهيد. واتبع التعليمات التي تظهر على شاشة لتعيين أداة تثبيت USB لتكون جهاز التمهيد المفضل. يظهر شعار نظام التشغيل Chrome OS Flex. بعد بضع دقائق، يتم تشغيل شاشة ترحيب Chrome. لتثبيت نظام التشغيل Chrome OS Flex على جهاز الكمبيوتر الذي يعمل بنظام التشغيل Windows، اتبع هذه الخطوات. تقدم شاشة الترحيب بنظام التشغيل Chrome OS Flex خيار أما تنشيط قارئ شاشة نظام Chrome Fox الكامل، أو المتابعة دون قارئ Chrome Fox. في هذه الحالة، نختار تنشيط قارئ Chrome Fox. انقر فوق بدء التشغيل حدد تثبيت نظام التشغيل Chrome OS Flex وانقر فوق التالي راجع التحذير الذي يظهر على شاشة حول فقدان البيانات وانقر فوق تثبيت نظام التشغيل Chrome OS Flex. راجع التحذير الذي يظهر على شاشة بشأن محو محتوى محرك القرص الثابت وانقر فوق تثبيت. ستصلك رسالة عند اكتمال عملية التثبيت. اتبع التعليمات التي تظهر على شاشة لإعداد نظام التشغيل Chrome OS Flex واستخدامه. انقر فوق علامة التبويب قوائم التشغيل في يوتيوب للعثور على مقاطع فيديو HP باللغات الأخرى. وابحث في قناتنا للعثور على فيديوهات الدعم الرسمية من HP. اشتركوا في القناة